السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سليف حسناء كنت مننا لبناء تكونوا كاملين بخير وعلى خيروا في أحوال طيبة إن شاء الله كما كتلاحظوا اليوم نحضر معكم واحد لبس بوس اللي أنا متأكدة مني غتجربوها تبقى ديم ومعتمدة عندكم اللي صراحة أنت تجي روعة خفيفة ومهوية ولديدة بزاف بزاف ولكنت أول مرة كتزروع قناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يصلكم إن شاء الله كل جديد بدو زداب المكونات إذن الربنات كما كتشوفوا هادو هما المكونات اللي غنحتاج لعبار غيكون بالكاس دي العنب الكبير عندي كاس عنب حليب عادي عندي كاس عنب فورس عندي كاس عنب دير سكر ساندة جوج خمارات كاس اللاروب دي الزيت جوج كيسان دير سميدة رقيقة كاس دي العصير البرتقال قشرة دي البرتقال محكوكة وبيضة ندوزوا دا بل طريقة التحضير خليكم معي وغادي اندف دا والبنات على بركة لنا غن دير حبة دي البيض دي اللولة بالاحسن يكون الحجم ديالها شوية كبير غدا نضيف عفوا نقشور ديال الليمون بحقوك نضيف كاس دير سكر ساندة نضيف كاس اللاروب ديالزيت نضيف كاس ديالحليب وغنضيف كاس ديالعصير البرتقال غدا ندير هاد المكونات يتخلطوا مزيان مع بعضهم ناتف الخلاط الكهربائي لما كانش هاد الخلاط الكهربائي نديروا اضطراب اليدوي او لغير الفرشيت تحت الفرشيت تتخدم يعني بجميع المراحل ان شاء الله هنحصلوا على نفس النتيجة صافي غنخدم هاد الخلاط واحد جوج ديالتقيق حسا كبير اللي يرى العناصير ندام جوز مع بعضهم زيان مدردش الملحة لانا كين عصير اكين عفوا القشور ديال الليمون وكين حتى العصير ديالليمون ما غيخليش نهائية ريحة البيض كتي صراحة منسمة واحد النسمة زوينة بالليمون و القشور ديالليمون روعة ان شاء الله مني غتجربوا ها غتكتشفوا هاد الدوق هادا صافي مني غيندامجوا هاد العناصر مع بعضهم مزيان غناخد واحد الايناء اللي غنكوب فيه هاد الخلط عد ان شاء الله غدا نضيف النواشف اللي متبقيين هما والخمالات غدا نخلي هاد العناصر نخلي هاد العناصر تندمج مع بعضها انطلق معكم ان شاء الله في المرحلة التالية خليوكم معايا كما لاحظتوا البنات كنكوب الخليط اللي يندامج مزيان ما بغيتكمش يعني الخلاط خدام وتزيدوا الساندة واسعفون السميدة والفورص لقبوا به هاد طريقة وصيروا به هاد طريقة باش ان شاء الله اجيكم مزيانة صافي كان بدان نضيف سميدة الرقيقة ماشي لفينو السميدة الرقيقة اللي تيكون تابعو دك سميد دي الكسكسو لغليد كان بدان نخدم المكونات به هاد الشكل هادا وكنضيف النواشف على دفوعات متتالية ما تنذيرهم ش دقة واحدة لقدرتم دقة واحدة ما تطلع شاد البسبوسة يعني غاتجي ارقيقة وما غاتجيش نهائيا ارتبة بثاف كما لاحظتوا البنات يعني كنضيف غيب شوية بشوي سوا في الكيك سوا في البسبوسة سوا في جميع الكاب كيك تنضيفوا النواشف على دفوعات متتالية ويكونوا مغربين مزيان كما لاحظتوا ضفت طحين دي الفورص او للدقيق الابيض او للفارينة وغنضيف جوج اكياس دي الخميرات الحلويات يعني المجموعة دي هاد الاكياس بجوج هو 18 قرام 18 قرام دي البيكن باودر او لخميرات الحلويات وكننخدم كما لاحظتوا غير بالطراب اليداوي مزيان كنكمل الطحين اللي ما زال عندي بهالطريقة هادي سوف نزيد الكأس المتبقي عندي دي السميدة رقيقة كافي هاد القياس اللي غتخدموا به ما غتزيدوا تشي حاجة ان شاء الله سوف نكمل البنات وانطلقها معاكم ان شاء الله في المرحلة التالية خليكم معايا كناخد البنات هاد المول هاد هان توبز بدور الشي توبز سميدة رقيقة اللي خدمت بيها ماشي بالفورص لان الفورص غيبقى باين في البسبوسة سوف نكب الخليط بلا ما نهزي يدي الفوق لان هاد المولات اللي مستودين ما تنهزوش يدينا الفوق عكس دي الكيك العادي وندخلها الفرنطي وهذا هو الشكل اللي البسبوسة لبنات بعد ما طابت صراحة تدجير الطبال واحد درجة كبيرة واسفنجية ان شاء الله مني غتجربوها غتبقى معتمدة عندكم كنخليها احتكت برد مزيان كناخد الكوفيتير جاري وكندهن به الوجه دي اللي البسبوسة بهالطريقة هادي ما تدهنوش اللي بسبوسة وهي سخونة إلا دهنتوها وهي سخونة ما تجي قم عجنة من الداخل هدا هو علاش خلي واحدة كتبرد الدفام زيان صافي وكننا ناخد واحد جوج معالق كبار ثلث لاتة قديل هاد الكوفيتير جاري ما تديروش العسل لان العسل ما تجيش زوين العسل تخليها بحلي شوية كتجي قاصحة وما كتجيش مفركة من الداخل ما كانش الكوفيتير جاري ديرو غير شوية دير واحدة سيرو سيرو اللي في سكار ولموقشور دير الليمون وكتجنو غير دهنة خفيفة بوحد الشيطة ما تديروش المعلقة لانه غاد يهبط لكم السيرو وما غاداش تجي مفركة يعني من الداخل غاد جيب حلي شوية اه تقيلة كنا اخد شرائط اللي شكلتهم بالبابي كويسون او لأي ورقة عندكم بهالطريقة هذي كنديرهم على البسبوسة كما كتشوفونا حاولت ندير معكم التزيين لانا الاخوات طلبوا مني انني نبقى نخدم قدامكم التزيين ديل اي حاجة صافي بهالطريقة هالي كيكونوا متساويين وكنجيب سكار غلاسي ولكوك اللي بغيتو يعني كيبقى لكم انتم الاختيار في التزيين انا درت سكار غلاسي وكنحاول نغبر بهالطريقة هذي الوجه ديل البسبوسة بغيتو تديرهم فردين صغار ديرهم فردين بصغار تهو ما تيجي وزوينين يعني كيبقى لكم الاختيار بالنسبة للتمن البيع مني سنخدم هالشيكلي انا بغيتها سبعين درام خمسة وسبعين درام ادود ثمن باشك ندوزها بالنسبة الاخوات اللي كيشدوا لكمون تدود ثمن باشك ندوزها صافي دا بغى نحيد هاد الشرائط هادو بعد ما غدا نكمل مزيان نغبر الوجه ديل البسبوسة كما قلت لكم حتى بلكوك تجيزوينة يعني كيبقى لكم انتوما الاختيار صافي غدا نحيد هاد الشرائط هادو بها الطريقة كتزومغي بشوي باش مي باش ميتغبرش لينا الشرائط اللي بغينا نخليهم يعني عاديين انتوما صافي وهذا نجيب اللوز ايفيلي ولا كوكو ايفيلي ولا كوكو كونكاسي وللشوفان يعني كيبقى لكم انتوما الاختيار في التزيين كيما قلت لكم بها الطريقة هادي صافي كان ستف هاد الشرائط اللي بقاو خاويين ستف فيهم اللوز هاد طريقة اللوز محمر في الفرانة لبنات حتى الكوكو ايفيلي تيجي زوين صافي غدا نكمل بها الطريقة هادي نتلقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي والفيديو النهائي خليكم معي ان شاء الله نبدأ القلبنات هاد هو الشكل النهائي دي اللي بسبوسة اللي حدرت معاكم بالنسبة للطياب دي للفران كنذيرها في الفران يكون سخون مش يسخون بزاف يعني يعني درجة حرارة اللي كتكون توسطة كنشعل تحت والبسبوسة كتكون الفوق يعني العافية كتكون تحت البسبوسة حتى كتبالية هالتحمرات يعني طلعات الحمورية تقربت تكمل الوجهة في التحمار صفي كننزلها التحت وكننقص الفران في واحد جوش دقيق صفيك وتكون جاهزة وكعجبني صراحة كترافق مع عصير البرتقال اللي كدي روعة روعة وان شاء الله تجربوا هاد الوصفة وتنال إعجابكم وما تنسونيش من صالح الدعاء وهنا البنات غا نحاول نقطع معكم البسبوسة باش شوفوا كيفاش كتجي من الداخل صراحة هادية البسبوسة المعتمدة عندي هي يو دي الكريمة كين أنواع كتير ولكن أنا صراحة شخصيا كتعجبني هادي يعني من تقطع بين انها را كتباليكم راها شيشة ومهوية هانتوما نحاول نقرب باش نوري لكم من الداخل كيف كتجي البسبوسة هانتوما يعني مفرقة ورطبة ومهوية بزاف هانتوما هدا هو الشكل دي اللي بسبوسة من الداخل البنات يعني مفرقة ومهوية ورطبة لواحد درجة كبيرة وهنا البنات نحاول نقطعها بالفرشيت قدامكم باش نتبهر لكم كيفاش دايرة شكركم البنات بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي كتخليوا لي وعلى التشجيع ديالكم وي حاجة كيف ديما من فهماش خليوا لي ان شاء الله في التعاليق غدا نجوبكم عليها وغدا نقول لكم صلوا فراتكم بزاف بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته